اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها ثانياً رسمت أمل قطعة مستقيم ألف باء قيس طولها بالسنتيمتر خمسة ثم جعلت النقطة ألف رأساً للزاوية ألف باء ألف سين والنقطة باء رأساً للزاوية باء ألف باء صاد حيث ألف باء ألف سين يساوي باء ألف باء صاد يساوي خمسة وأربعين درجة ألف سين وباء صاد يتقاطعان في النقطة جيم ثم جعلت القطعة ألف جيم عرضاً للمستطيل ألف جيم دال هاء بحيث جيم باء جزء من أحد طوليه وقيسها نصف جيم دال أعيد العمل الذي قامت به أمل محترماً نفس المراحل الإجابة أرسم قطعة مستقيم ألف باء يساوي خمسة سنتيمتر نرسم الزاوية ألف باء ألف سين تساوي خمسة وأربعين درجة باعتماد طريقة بناء فتحة زاوية قيسها خمسة وأربعين درجة التي رأيناها في الدروس السابقة علماً وأن خمسة وأربعين درجة هي نصف الزاوية تسعين درجة نرسم الزاوية باء ألف باء صاد تساوي خمسة وأربعين درجة ونعين النقطة جيم نقطة تقاطع ألف سين وباء صاد نرسم المستطيل ألف جيم دال ها حيث أن القطعة ألف جيم عرضاً له جيم باء جزء من أحد طوليه وقيسها نصف جيم دال نقوم بتحديد النقطة دال التي تنتمي لجيم باء بحيث تكون جيم باء تساوي باء دال وذلك باستخدام المصطرة من ثم نواصل رسم النقطة ها من المستطيل ألف جيم دال ها باستعمال البركار كالآتي أولاً ثانياً ما نوع المثلث ألف باء جيم؟ أعلي الإجابة الإجابة المثلث ألف باء جيم هو مثلث قائم الزاوية في جيم لأن مجموع قيس زوايا المثلث يساوي 180 درجة وعندما قمنا بتحديد الزاويتين التي رأسهما ألف وباء بدرجة تساوي 45 درجة فإن الزاوية الثالثة المتبقية حتماً سيكون قيس فتحتها التسعون درجة ما نوع الشكل ألف باء دالها الذي تحصلت عليه؟ الإجابة ألف باء دالها هو شبه منحرف قائم الزاوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر